اشتركوا في القناة المعرفة المزيد عن البيانات والمنهجيات الآيلة إلى تقدير توفر وإمكانية استفادة الناس من نظم الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة والمعلومات والتقييمات عن مخاطر الكوارث لقياس تحقيق الغاية زين يوجد مراجعة الملاحظات الإرشادية التقنية للبدء بإدخال البيانات يجب التأكد من أنكم اخترتموا السنة الصحيحة للإبلاغ إذ يجب أن تعكس السنة التي تم فيها جمع البيانات أو فترة الإبلاغ للسنة التي يتم فيها إدخال البيانات على سبيل المثال إن كنتم تدخلون البيانات التي تم جمعها خلال السنة التقويمية 2017 لدورة الإبلاغ 2018 يجب إذن أن تكون سنة الإبلاغ المختارة هي 2017 ويجب الحرص على أن تكون سنة الإبلاغ هي السنة الصحيحة في كل مرة تدخلون فيها إلى النظام بما أن السنة المختارة قد لا يعاد ضبطها إن المؤشرة زي سالب واحد مؤشر مركب سيتم احتسابه في نظام أداة رصد إطار سندي حالما يتم إدخال البيانات للمؤشرات زي سالب اثنين إلى زي سالب خمسة هذا يعني بألا حاجة إلى إدخال البيانات للمؤشر زي سالب واحد إن تم إدخال البيانات للمؤشرات زي سالب اثنين إلى زي سالب خمسة والنقر على احسب المؤشر المركب زي سالب واحد سيقوم النظام باحتساب قيمة المؤشر زي سالب واحد كمتوسط تقديري للمؤشرات زي سالب اثنين إلى زي سالب خمسة للبدء بالإبلاغ عن المؤشر زي سالب 2 يجب على المنسق القطري تحديد الأخطار الكبرى في صفحة التصنيف تحت عنوين الغايات العالمية والإعداد إن لم يتم ذلك حتى الآن يجب النقر على زر حدد الأخطار لإيجاد قائمة بالأخطار المحددة مسبقا ووضع علامة بجانب الأخطار الكبرى ذات الصلة ببلدكم يمكن إضافة أخطار أخرى عبر النقر على زر أضف المزيدة حالما يتم اختيار الأخطار ذات الصلة ببلدكم سيظهر هذا التصنيف في عملية الإبلاغ عن المؤشر زي سالب 2 بعد ذلك يجب انتقاء خيار إدخال البيانات بالنسبة لخيار الحد الأدنى سوف تشيرنا إلى ما إذا كان في بلدكم نظم رصد للأخطار المتعددة أو نظم للتوقعات حسب فئة الأخطار عبر اختيار كلمة نعم أو لا لكل خطر في بلدكم بالنسبة للخيار المصابه يمكنكم تقييم جودة نظم الرصد للأخطار المتعددة أو نظم التوقعات استنادا إلى مؤشرات فرعية يجب الإجابة عنها وفق خمس مستويات من الصفر إلى واحد يمكن إيجاد التفاصيل عن المؤشرات الفرعية الأربعة المستخدمة لهذه التقييمات في الملاحظات الإرشادية التقنية بالنسبة لخياري إدخال البيانات يجب إسناد الترجيحات الملائمة لكل خطر من الأخطار يمكن النظر في تحديد آثار وترجيحات الأخطار استنادا إلى الآثار المحتملة على المخاطر البشرية أو الطبيعية الخطرة والسجلات التاريخية وبعض معايير الخبراء أو الأهداف والغاية العالمية يجب مراجعة الملاحظات الإرشادية التقنية لمعرفة المزيد عن ترجيحات الأخطار الكبرى وللاطلاع على الأمثلة ضمن نظام أداة الرصد يمكن إدخال الترجيحات كأرقام من اختياركم مثلاً إن كان بلد افتراضي يعاني من أربع أخطار كبرى جرى تحديدها في تقييمات المخاطر والسجلات التاريخية بكونها تتسبب بمستويات الأثر ذاتها داخل البلد يمكن إسناد الترجيحات بنسبة 25% لكل خطر بما مجموعه 100% أو 0.25% لكل خطر بما مجموعه 1.07% يمكن إيضاً إسناد الترجيحات بشكل نسب حيث في هذه الحالة النسبة 1 على 1 1 على 1 من آثار الأخطار الأربعة تعني بأنه يجب إدخال واحد في الخانات المناسبة والآن مع إدخال الترجيحات والتقييمات حول المؤشرات الفرعية لكل خطر يقوم النظام باحتساب نتيجة المؤشر زي سالب 2 في الأعلى على المقياس الظاهري يشير المؤشر زي سالب 3 إلى عدد الأشخاص لكل 100 ألف نسمة الذين تغطيهم معلومات الإنذار المبكري من خلال الحكومات المحلية أو من خلال الآليات الوطنية لنشر المعلومات أولاً، يجب انتقاء أحد خياري إدخال البيانات وهو إما الخيار المصابه وإن لم يتوافر يمكن اختيار نسبة التغطية كبديل أو تغطية وسائل الإعلام الأساسية أو النمطية لنظام الإنذار بالأخطار المتعددة تحت الخيار المصابه يمكن إدخال عدد الأشخاص الذين تغطيهم نظم الإنذار المبكري يجب إدخال المقام أي العدد المتوقع للسكان المعرضين للأخطار تحت المؤشر زي سالب 6 إن لم تتوافر البيانات عن السكان المعرضين يمكن استخدام مجموع السكان تحت الخيار الثاني يمكن إعطاء درجة لتغطية وسائل الإعلام بما فيها محطات الإذاعة والتلفزة والإنترنت والبريد الإلكتروني والرسائل القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات ونظم الاتصالات المحلية بما في ذلك صفارات الإنذار واللوحات العامة والهاتف على مقياس من صفر إلى واحد حالما يتم إدخال البيانات الضرورية تحت أحد الخيارات وتقديم المؤشر زي سالب 3 يقوم النظام بإعطاء نتيجة المؤشر زي سالب 3 في الأعلى على المقياس الظاهري يشير المؤشر زي سالب 4 إلى النسبة المئوية للحكومات المحلية التي لديها خطة للتصرف إزاء إشارات الإنذار المبكر قد تشتمل خطة التصرف إزاء إشارات الإنذار المبكر على خطة الاستعداد وخطة الإجلاء وخطة الاستجابة أو أي خطة أخرى تصف استجابة نظم الإنذار المبكر والإجلاء ويقترح خيارين لإدخال البيانات الخيار الأول يتعلق بالحد الأدنى من المتطلبات وهو إحصاء بسيط لعدد الحكومات المحلية التي لديها خطة للتصرف تعتبر هذه الطريقة سهلة نسبيا بما أنه يجب توفير عدد الخطة ببساطة أما الخيار الثاني أو الخيار الموصى به فيكومن في إدخال المعلومات عن نوعية الخطة المحلية للحكومات المحلية يمكن الإبلاغ عن جودة الخطة استنادا إلى ثلاثة مؤشرات فرعية وإيجاد المزيد من المعلومات في الملاحظات الإرشادية التقنية حالما يتم إدخال البيانات المطلوبة تحت أحد الخيارات سيقوم النظام بإنتاج درجة للمؤشر زي سالب أربعة يتعلق المؤشر زي سالب خمسة بالمعلومات والتقييمات بشأن مخاطر الكوارثة إن سبق وتم اختيار الأخطار في التصنيف فإن الأخطار ذاتها كتلك المستخدمة للمؤشر زي سالب اثنين ستظهر هنا يتم تحسين نوعية التقييمات من خلال أربعة مؤشرات فرعية وهي مدى استناد التقييمات إلى المنهجيات العلمية ما إذا كانت التقييمات نتاج التشاور الوطني والمسؤوليات الواضحة يمكن إيجاد المزيد من المعلومات عن هذه المؤشرات الفرعية في الملاحظات الإرشادية التقنية حالما يتم إدخال البيانات المطلوبة يتم النقر على قدم المؤشر زي سالب خمسة وسيقوم النظام بإنتاج درجة للمؤشر زي سالب خمسة ما إن يتم الانتهاء من المؤشرات زي سالب اثنين إلى زي سالب خمسة يمكن العودة إلى المؤشر زي سالب واحد والنقر على زر الأخضر احسب المؤشر المركب زي سالب واحد يتعلق المؤشر زي سالب ستة بالسكان الذين تتم حمايتهم من خلال إجراءات الإجلاء الوقائي التي تتم عقب الحصول على إنذار مبكر بالخطر لحساب هذا الأمر يجب النقر على زي سالب ستة ألف وإدخال القيمة لعدد الأشخاص المحميين من خلال إجراءات الإجلاء الوقائي وأيضا كمقام للسكان المتوقع تعرضهم للأخطار إن كانت البيانات المتعلقة با السكان المعرضين للأخطار غير متوافرة فإن إجمالية السكان في البلديات والمقاطعات أو المجتمعات المحلية في المناطق الجغرافية المتضررة سيعتبرون من السكان المعرضين حالما يتم إدخال البيانات المطلوبة يجب النقر على احسب المؤشر المركب زي سالب ستة وسيقوم النظام بإنتاج القيمة إن ارتكبتم خطأ أو تودون إجراء التنقيحات يمكنكم النقر على إعادة فتح المؤشر لإحداث أي تغييرات ثم النقر على قدم المؤشر